السلام عليكم ازايكم وجد عنا عاملين ايه ان شاء الله اكونوا بخير في الفيديو ده طبعا معلم هشرح لك ازاي تكسب عربية الجب اللي هي الصقر الزهبي مجانا طبعا معلم وتشتريها بعملات الكريستال وكمان صاحبه هشرح لك ازاي تشتري رقصات برضو مجانا بعملات الجي ببجي طبعا برضو نزلت معنا شوية رقصات جديدة وبعد كده طبعا صاحبه هنستعرض تسريبات الانفوري الجوكر فيلا بينا على طول كده معلم نبدأ في الفيديو واسه قبل ما نبدأ انزل حط لايك للفيديو واشترك في القناة وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو اول حاجة كده طبعا معلم وخلينا نخش واشرح لك ازاي تكسب عربية الجب اللي هي الصقر الزهبي بعملات الكريستال لو دخلت كده طبعا صديقي هنا على الشوب بعد كده معلم نزلت على الاسترداد اللي هي تاني واحدة فهتلاقي كده طبعا صاحبي ظهر امامك العربية الجب طبعا زي ما انت شايف وطبعا صديقي مكتوب عندك لفترة محدودة يعني ايه معلم لفترة محدودة يعني طبعا صاحبي عندك اللي سكن ده يفضل موجود معاك لغاية يوم 15 واحد وبعدها طبعا صاحبي اللي سكن ده مش هيكون موجود معاك في الشوب تاني يعني معلم هينتهي يوم 15 واحد فعندك طبعا صاحبي من دلوقتي اليوم 15 واحد لو انت طبعا معلم مجمع عملات الكريستال تقدر طبعا صديقي تشتري سكن السيارة الجب طبعا اللي عندك ده لانه معظمنا ما عندوش اصلا سكن العربية الجب يعني في الحساب بتاعه فزي ما انت شايف يعني صاحبي السكن هو عندك وبستة واربين عملة الكريستال لو انت مجمعهم طبعا هتقدر ان انت تشتري السكن ده مجانا والاسم هو طبعا عندك جب السكر الزهبي طبعا صديقي انا كان معاك كريستال بس صرفت كل عملات الكريستال اللي كانت معايا على باكش صوت تربون طبعا يعني اللي نزل معنا جديد ده صرفت كل الكريستال اللي معايا وكمان ما طلع ليش الحزمة المسك اللي انا كنت عايزها تمام فده كده طبعا معلم اول حاجة معنا في الفيديو وعندك برضه صاحبي لو انت بقى مجمع عملاك كريستال كتير كتير يعني حرفيا تقدر بقى ان انت برضه تسترد هنا البدل المسك دي مجانا ولكن محتاج بقى معلم ان انت تكون مجمع عملاك كريستال كتير وطبعا اجدعان برضه لو حد يسألني ازاي جمع عملاك كريستال عشان مثلا انت يعني مش معاك عملاك كريستال انت طبعا بتجمع عملاك كريستال من الفعليات حاليا طبعا تقريبا فيه فعالية هنا برضه بتديك عملاك كريستال مجانا لو دخلت كده معلم على الفعليات ونزلت على تاني واحدة بعد كده جيت على التصنيف اللي هي برضو تاني واحدة هنا طبعا صاحبي زي ما انت شايف لما تكسب خمس جيام وانت بتلعب تكسب خمس جيام بس هو بقولك احتل المرتبة الاولى لخمس مرات فتكسب طبعا صاحبي هنا عملك كريستال واحدة وطبعا معلم انا بصيت برضو في باقي الفعليات والاحداث يعني فتقريبا يعني صاحبي ما لقيتش الا الحدث ده بس لتقدر يعني تكسب منه عملات كريستال مجانة طبعا معلم واحدة يسألني طب ازاي جيبه عملك كريستال اكتر هي طبعا صاحبي الطريقة من خلال الفعليات فطبعا يعني صاحبي بابجي هي اللي بتنزلك عملك كريستال في الفعليات وقت ما هي عايزة ولكن يعني حاليا هي دي الحدث اللي عندك او الفعالية اللي عندك تقدر تجيب منها عملك كريستال وطبعا صاحبي مع الفعليات اللي بتنزل جديد بينزل برضو معلم معانا عملك كريستال في الفعليات الجديدة دي ده كده طبعا معلم اول حاجة في الفيديو فهنزل معنا طبعا معلم هنا كده السلاح اللي انت شافه امامك ده او طبعا لو عايز تخش من هنا على السنديق على طول السلاح الهاني بودجر ده يعني يا جدعان المهمة صاحبي ده السلاح اللي بيدر تطلق الايكام اول طبعا معلم ما تخش كده على البكش ده فهتلاقي مكان الساهمة كده بالزبط عندك صندوق باللون الاصفر كده او اللون الزهبي اضغط عليه بس كده ضغطة واحدة هتكسب طبعا معلم صندوق مميز كده زي ما انت شايف ولكن يعني انا عشان اول ما فتحت البكش ضغطت عليه فكسبته طبعا الصندوق ده برضو كده يعني خش خد صندوق مميز يعني في خمس ثواني كده يلا بينا بعد كده امعلم على تاني حاجة في الفيديو لو دخلت كده طبعا صاحبي على الشوب بعد كده طبعا معلم نزلت على اخر حاجة غير ذلك تمام اللي هي اخر حاجة وبعد كده امعلم نزلت هنا على تاني حاجة على الرأسات فهتلاقي طبعا صاحبي ان عندك هنا ببجي نزلت معك كم رأسة طبعا معلم تقدر ان انت تكسبهم مجانا لو انت مجمع طبعا عملات الجي يعني زي ما انت شايف كده انا يعتبر معي الفين عملة جي يعني معي الف تسعمية تمانية وتمانين ولكن انا اصلا بصرفهم فبشتري بيهم طبعا انا صاحبي قصصات الماتيريال او اجزاء الماتيريال دي فعشان كده طبعا انا بخلص عملات الجي بتاعتها على طول لو انت طبعا انا صاحبي مجمع عملات جي فعندك حرفيا انا معلم رأسات جمدة زي الرأسة دي بباربع تلافة ومنمائة عملة جي وعندك طبعا رأسة خابة لامي دي يعني بالفين وربعمائة عملة جي لو عايز برضو ان انت تشتريها الرأس طبعا اللعبة مسمياها هنا او هنا وعندك طبعا معلم زي ما انت شايف رفرافة الجناح دي دي كلها طبعا انا صاحبي عندك رأسات تقدر معلم ان انت تشتريها بعملات جي طبعا صديقي ومجانا وعندك كمان هنا الرأسة دي بألفين عملة جي والرأسة دي بألفين وربعمائة ودي طبعا بألفين ومية ودي ارخص رأسة بألف وتمنمية وعندك طبعا الرأسة دي كده بثلاث تلاف والرأسة دي باربع الاف وتمنمية عملة جي يعني انت طبعا معلم لو عايز ان انت تشتري الرأسات دي فلازم بس يكون معاك كده عملات جي واتقدر طبعا معلم ان انت تشتريهم مجانا فبس كده طبعا صاحبي ده برضو بالنسبة لتاني حاجة فيلا بينا على طول يا معلم بعد كده مع تسريب الانفور الجوكر ونشوف طبعا الباكيج اللي الانفور الجوكر هيرجع فيه او هيرجع امتى والكلام ده كله طبعا معلم ونشوف يعني الحاجات اللي ظهرت مع المسربين اللي هي نزلة معانا يعني ان شاء الله بعدين يعني في بابشي طبعا معلم زي ما انت شاف كده اول حاجة طبعا يعني صاحبي ده الباكيج اللي ظهر مع معظم المسربين وطبعا صديقي اللي مكتوب على الباكيج ده انه هو باكيج الزكرة السنوية يعني يا جدعان مع الزكرة السنوية اللي جاي يعني الباب زومبيل فاللي هنزل معانا طبعا صاحبي يكون السندوق ده اكيد يعني هنزل مع السندوق اللي فيه طبعا بدلة الجوكر وبدلة السيزن واحد الاحتفالية والكلام ده كله طبعا معلم زي ما انت شاف كده محتويات الباكيج اللي هو طبعا عندك اليوم بيل اللي امامك ده وكمان عندك سكن الطاوة اللي بيتطور وبعد كده طبعا صاحبي عندك انفور الجوكر وسكور الجوكر يعني معلم راجع معك كل حاجات الجوكر حتى الاسلحة الباكش طبعا الاستعرض نون بارح اللي هينزل برضو معنا مع الزكرة السنوية اللي فيه طبعا يعني صاحبي كل لبسات الجوكر والباكش ده طبعا زي ما انت شايف فيه طبعا معلم كل اسلحة الجوكر الانفور والسكور ده طبعا كده صاحبي الباكش اللي ظهر طبعا مع المسربين اللي هو نازل طبعا مع الزكرة السنوية القادمة لباب جومبي وزي ما شفنا كده طبعا صديقي يعني معلم ده الباكيج أو تسريب الانفور الجوكر اللي ظهر طبعا معلم مع المساربين هو طبعا صديقي التسريب مؤكد وهيرجع طبعا الصندوق مكتوب عليه الزكرة السنوية يعني أكيد صاحبي الصندوق ده هينزل طبعا معلم مع الزكرة السنوية الباب جي مع بقى بدلة الجوكر ومع لبسات الجوكر اللي استعرضناه في آخر فيديو فبرضا لو ما شفتش آخر فيديو رجع شوفه عشان تشوف طبعا معلم بقى صندوق الزكرة السنوية وبدلة الجوكر والكلام ده كله طبعا صديقي الصندوق اللي استعرضته في آخر فيديو ده يعني دايما معلم بيرجع في الزكرة السنوية وكده فبس كده طبعا معلم ده كل حاجة بالنسبة للفيديو النهاردة أتمنى طبعا صاحبي لو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو عايز طبعا تسأل على اي حاجة انزل اكتبها في التعليقات او لو مش فاهم اي حاجة عني في الفيديو انزل اكتبلي في التعليقات وان شاء الله رد على كل التعليقات فبس كده صاحبي اشوفك في فيديو جديد وسلام